سنة دامية مرت على الفلسطينيين عنوانها اغتيالات ممنهجة وحرب شاملة ضدهم بطلها محتل اسرائيلي يزداد تخبطا أمام شعب مقاوم صامد يابل انكسر وعد ووعد من المحتل الصهيوني بمواصلة العدوان فوزير الأمن الداخلي للاحتلال أكد أنه مثل ما فعل في غزة ونابلوس سيستمر بتلك الطريقة في أي زمان ومكان عدد شهداء الفلسطينيين في سنة 2022 الدموية يفوق المائة والخمسين شهيدا والعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة الذي دام ثلاثة أيام لا يزال يحصد الأرواح لتلتحق اليوم بركب شهداء ليان طفلة بعمر الحادي عشر ويرتفع بذلك عدد شهداء القطاع إلى ثمان واربعين شهيدا منذ مؤتمر بازل الصهيوني كان هناك هدفين أساسيين وإدعاء لأدعاية الصهيونية أنهم أتوا إلى أرض بلا شعب ومن أجل تأكيد هذه الكذب الكبيرة فهم يستهدفون الإنسان الفلسطيني والأرض الفلسطينية وإن وقفت للمقاومة في وجه آلة الدمر العسكرية للاحتلال الإسرائيلي إلا أن صمت بعض القوى الكبرى حيال جرائم الكيان وغض الترفي عنها يبرز حقيقة التواطئ مع المعتد الصهيوني عمليا هذا الاحتلال يتنفس الصعداء من خلال هرولت بعض الدول العربية في التطبيع معه في إعطاء شرعي وذهبت بعض الدول العربية إلى التنسيق الأمني والتعاون العسكري كل المؤامرات التي يحاول بين سنة وأخرى أن يخرج بها الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية نحن نحيي شعب الجزائر ونحيي حكومة الجزائر على دورها الفعال في رأب الصدع في الساحة الفلسطينية ودعمهم المستمر دائما لنضال الشعب الفلسطيني وهذا ليس غريبا الفلسطينيون غاضبون وجمعة الغد ستكون كذلك تنديدا واستنكارا لعنجهية المحتل الإسرائيلي وتعبيرا عن وحدة الصف في رفض المستعمر والفصائل الفلسطينية تشكل جسدا واحدا لصد العدو الذي من فكت محاولته لتشتيت الصف الفلسطيني تبوء بالفشل